في نفس اليوم اللي تم توقيع عقد الاتفاق مع الشركة الاجنبية كان يوم 2-7-2014 وده حدث هذا التوقيع في وجود في مبنى مجلس الوزراء في وجود السيد رئيس الوزراء في هذا الوقت مانسي براين محلم يوم 2-7 مساءً سمحت للشركات المصرية بالانتاج لانها تبتدي تنتج الدواء المصري الصميم لان لغاية ما كنا نوقع الاتفاق دايماً الإنسان بيتاخد من كلمته أو يعني مش هقدر أضمن أن الشركة هتوردي غير لما يوقع يوقع بشروطي اللي أنا أحططها في نفس اليوم مساءً سمحت للشركات المصرية أنها تنتج الدواء المصري هما أخدنا وقت على ما بتيجي المادة الخام وعلى ما بيتصنع وعلى ما بيخضع للاختبارات وبيبقى صالح للاستخدام أو يعني مواجه للاستخدام للمرضى مرة يمكن ستة شهور وكنت دايماً بستعجل الشركات المصرية أنها تنتج ودايماً بديهم التصريح أو الإختار التسعير اللي بيقولوا اللي كان بيقدموا لي الدكتور طارق بمضي أنضة معينة أن هذه التسعيرة صالحة لمدة ستة شهور فقط شريطة الإنتاج وفيه ثلاث شهور مرة عشان ينتج بأسرع وقت ممكن لأنه لو عد له قدام غير ما ينتج هغير التسعير بتاعته فهي الفكرة فكرة حماس أو فكرة عزم وتصميم على الوصول سوري إن أنا أطعت كلامك رحيد